موسيقى السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم أحبائي طلبة الصف السادس في درس جديد من دروس مادة العلوم والحياة بعنوان التنفس في النبات تعرفنا سابقاً إلى عملية البناء الضوئي في النبات والهدف الرئيس منها هو إنتاج السكر وتحتاج النباتات إلى الغذاء للحصول على الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية واستمرار الحياة ولكن كيف تحصل على الطاقة؟ تحصل عليها عن طريق عملية التنفس فما المقصود بعملية التنفس؟ وما هي المواد اللازم توافرها للقيام بها؟ هذه التساؤلات وغيرها تستطيع الإجابة عنها بعد دراستك لهذا الدرس لذا يتوقع منك أن تكون قادراً على توضيح المقصود بعملية التنفس في النبات استنتاج معادلة التنفس توضيح التكامل بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس في النبات إذن النبات يتنفس لكن كيف تحدث عملية التنفس في النبات؟ لنكتشف ذلك معاً انظر إلى الشكل الذي يظهر أمامك ويبين عملية التنفس في النبات لإتمام عملية التنفس المواد الواجب توافرها هو غاز الأكسوجين الذي يدخل إلى النبات عبر الثغور الموجودة في الورقة والسكر الناتج من عملية البناء الضوئي يتحد الأكسوجين مع السكر لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون بخار الماء والطاقة إذن يمكن توضيح عملية التنفس في النبات عن طريق المعادلة الآتية الأكسوجين والسكر الكلوكوز هي مواد داخلة في عملية التنفس والمواد الناتجة في عملية التنفس هي غاز ثاني أكسيد الكربون بخار الماء والطاقة إذن نستنتج أحباء الطلبة أن أهمية التنفس للنبات الحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية واستمرار الحياة ويمكننا تعريف التنفس عند النبات بأنه عملية اتحاد السكر مع الأكسوجين لإنتاج الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية واستمرار الحياة ولكن ما العلاقة بين عملية التنفس والبناء الضوئي في النبات لنكتشف ذلك معاً انظر إلى الشكل الذي يظهر أمامك ويوضح العلاقة بين عملية التنفس وعملية البناء الضوئي حيث أن المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي هي ثاني أكسيد الكربون الماء وينتج الأكسوجين والسكر بينما في عملية التنفس المواد الداخلة هي غاز الأكسوجين والسكر وهو المادة التي نتجت في عملية البناء الضوئي يتحد الأكسوجين مع السكر لينتج بخار الماء غاز ثاني أكسيد الكربون والطاقة والآن دعونا نقارن بين عملية البناء الضوئي والتنفس من خلال الجدول الذي يظهر أمامك حيث أن المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي هي ثاني أكسيد الكربون والماء وهي مواد ناتجة في عملية التنفس كما أن المواد الداخلة في عملية التنفس هي السكر والأكسوجين وهي مواد ناتجة في عملية البناء الضوئي إذن نلاحظ أحباء الطلبة بأن المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي هي ناتجة في عملية التنفس بينما المواد الداخلة في عملية التنفس هي مواد ناتجة في عملية البناء الضوئي إذن العلاقة بين عملية التنفس وعملية البناء الضوئي هي علاقة التكامل ويمكن توضيحها من خلال المخطط السهمي الذي يظهر أمامه حيث أن في عملية التنفس يتحد السكر مع الأكسوجين ليعطي ثاني أكسيد الكربون والماء ويعطي طاقة والمواد الداخلة في عملية البناء الضوئي هي الثاني أكسيد الكربون والماء وتحتاج إلى طاقة لتتم عملية البناء الضوئي فينتج السكر والأكسوجين وفي نهاية الدرس أطلب منكم أحباء الطلبة الإجابة عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ما المقصود بعملية التنفس؟ السؤال الثاني أوضح علاقة التكامل بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس في النبات السؤال الثالث أذكر أهمية التنفس في النبات أحباء الطلبة يمكنكم مشاهدة الموقف التعليمي مرة أخرى من خلال الرابط أو الكود الذي يظهر في أسفل الشاشة شكرا لكم لحسن استماعكم ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله ودمتم بخير اشتركوا في القناة